المشكلة الأكبر من قضية المناهج قضية الموازنة أحسن نأتي كمديرية تربية أدكم خطط لتطوير المناهج لا أبدا تنهب بالمعلم و بالطالب و بصورة تعليمية لا أكون تدريب واحد و البناء المنهج نحن المنهج يأتينا جاهز للتربية لكن التدريب على المنهج هذه مسؤوليتنا في كل مديرية أكون قسم الإعداد والتدريب وهذه الدورات مستمرة ولكن أرجع إلى نقطة الصفر الأساسية اللي هي الموارد هي الأموال اللي نحن نقدر نشتغل بها و ندرب بها التدريب يراد لأموال بناء المدارس يراد لها أموال دعم المعلم والرواضي كلها يراد لها أموال تريدون تحلون مشكلة التربية توجهوا إلى البرلمان العراقي وقولوا لهم قبل أن تقررون موازنة عام 2020 روحوا ضعفوا موازنة وزارة التربية ليش التربية ناجحة في كل الدول اللي حولنا لأن يرحون يطون موازنة لكل مدرسة قال عندك طلاب ألف طالب هاي موازنة ما الألف طالب اشتغل على هذا الأساس حتى الطعام ها مثل ما شفناها مثل ما شفناها